اشتركوا في القناة كلمة فلورا بتذكرنا شوي بكتب المدرسة الفلورا الموجودة بالمنطقة المسارين شي يعني فلورا وليش البريوتك بلاس هل هو صديق هل هو معدل للفلورا هل هو عدو بدنا نحكي كلها بالنسبة لسؤالك المايكرو فلورا أو المايكرو بايوم اليوم العلماء والباحثين حددوهن بأنواع بكتيريا حية لها مكانة لها فعاليتها لها تأثيرة وحتى فتشوا ليشوفوا أعدادها قدية حصروها اليوم تقريبا بين أربعمية وخمسمائة نوع مسكنين هون هندرد تريليون عشرة وأربعة عشر سفر أعدادها إذا كلها جمعنيها مع بعض بتطلع أتقل وأهم من أكبر عدو بجسمنا اللي هو الكبد يعني أكثر من 2 كيلو جرام عدو غير مرئي مساكننا وبيأثر بشكل الدايوريك مباشر على جهاز الهضمي وعلى مناعتنا لكن اليوم بدي قد ما فيه يكون هادي ومش متحمس لأنه عطول بتحمس أنا وبدي أقول للناس اللي هني فيه أشخاص لحظت بيتابعونا مش بس كمان يوم جديد بيتابعوا كمان هالحلقة اللي نحنا وبيقولولي أي متى بك تنزلوا أشياء من هالنوع وهالمرة رح بفتح الحديث ورح بيكون مثل مسلسل من كفيل مرة الجاية لأنه حقيقة الموضوع بدي إيهن يتشبعوا منه ويعرفوا أهميته أكيد أنا بالنهية بدي شدهم بدي حببهم بدي فرجيهم أهمية البرياتيك بلس ولما هني يروحوا يشتروا البرياتيك بلس بالزيت بكونوا عم بيساعدوني حتى أنا كفي طريقي وضل يقدر إيجي على هالمحطة هذي وقدر كفي كفي حالي فشوفي شؤال إيلاي مشنيكوف هالرجل العظيم هالساينتست هيدا الرجل هالطبيب هيدا أخذ جائزة ألفريد نوبل سنة الألف وتسعمية وثمين كيف أخذها؟ أخذها لما اكتشف أنه في بكتيريا صديقة بروبياتيك بعد ما كانوش مسمينها البروبياتيك البروبياتيك أجت بعدين وصاروا الناس يعرفوا مثل ما فيه مضاد حيوي أنتيبياتيك بضادة دل حيات فينا ليقتل البكتيريا الضارة في بروبياتيك فينا موالي مناصر بيحب الحياة فينا وبدو يعطينا حياة من هون إيش تكلمة بروبياتيك راح هو أخذ جائزة ألفريد نوبل لما اكتشف أنه فيه بكتيريا اسمها لكتوباسلوس بولغاريكوس نسبة لبلاد بلغاريا لأنه كان عم يشتغل هونيك ببلغاريا طبعا هو كان بوقت باستور عايش وكان يستعمل كتير انستيتيو باستور ليعمل ليتأكد من الابزارفاشن تبقولي من المراكبات لاحظ شغلي هو مهمة وهيدي بدي الناس حقيقة ياخدوها بأهمية وأنا وياكي هون لاحظ أنه بالطبيعة النباتات والأعشاب والأشجار وكل شيء بالطبيعة حي مع الحيوانات تقريبا عم بيحكي هو بالتقريب من بعد ما عاين وتابع الحيوانات بالبحر الأسماك عنده كتاب سميه The Prolongation of Life عنده كتاب مهم كتير أنا غزت فيه أنا لحتى حصلت على الكتاب تعذبت كتير لأنه وين مطبوع بالألف وتسعمية وما قدرت لقي الأوريجنال لقيت وحدي copy عنه مش copy لقيت الأديمي يعني recycling وحصلت عليه ومبسوط فيه هالكتاب وجددته وعملت له ليه بيحكي عن The Prolongation of Life إيطالة العمر وبيعطي بيعطي العلاقة ما بين البكتيريا الجيدة البروباياتيكس والعمر الطويل شوفي لأوين إذا أنا بقولها ما بتطلع حلوي مني بس إذا حائز على جائزة ألفريد نوبل واللي مشتغل 40-50 سنة مع الباستور بيقولها بدنا نحترم قال بهالطريقة هو ليه بالطبيعة أكتر من 95% من النباتات والأعشاب والحيوان كلهم بيموتوا موطي طبيعي يعني مش من جراء مرض يعني الحياة اللي الله أعطاهني إياها اللي هي لبعض النباتات سني لبعض الحيوانات 17 سني لحيوانات ثانية 30 سني 40 سني ليه بيموتوا هذي بآخر قيام سنين وبتنتهي الحياة بدون مرض فقط خمسة بيموتوا من جراء حالات خاصة تب ليه العكس عند الإنسان أكتر من 95% من البشر بيموتوا من جراء مرض فقط خمسة وأقل يعني لاحظ إيلاي ميتشنيكوف لأنه راحي رائب شوفي شوه الملاحظة الحلوة اللي أنا بحبه كتير وبيحترمها وهذا بيشدني بإيماني أنه أنا مؤمن أنه في الله وقال الله اللي خلقنا اللي وجدنا على الأرض بيقول لما لاحظ وراح رائب ناس عمرهم فوق المية هلأ أنا إذا بقول رائب ناس عمرهم 128 بقوله فوين في ناس إيه نعم لما يقولون أنا رائب ناس بسن المية وثلاثين بقوله منين لقى ناس مية وثلاثين هالأد كان عنده شغف إيلاي ميتشنيكوف لا يكتشف هالحالات هاي دي كيف الإنسان بتوفى كيف بفارق الحياة طبيعيا لاحظ إنه كل شخص مين لما ما نموت موطي طبيعي بيكون في عنا صراع إنستيكت الإنستان عنا عم بتقلنا لازم نبقى بعد ما وصلت بعد ما وصلت ولاحظ إنه الشخص اللي عم بيموت موطي طبيعي خلاياه عم تنطفي شوي شوي عم بيروح بسلام بتسمعيش إنتي بقصص جدودنا وجمع أهل بيته وقالوا له باي باي الخطيار اللي كبير وراح بسلام هذه ما حد فيه منها ما من لقيها تقريبا هلا نحن عم نقول أقل من 5% يمكن 1% من الناس اللي بتموت مش على سرير بالمستشفى أو بالبيت وعزة شو هيدا؟ عزة لوجود اللي أنت سألتيني أول شي كأنك حضرتيني لها الحال المايكرو فلورا مايكرو بايوم البكتيريا الصديقة اللي هي هون بتعيش فينا مشكلتنا وحدة مشكلتنا وحدة هي ما عم نقدر نحصل نحافظ على هالتوازن مبين البكتيريا الضارة اللي بتجي علينا لأنه منطقة الجهاز الهضمي منطقة هالمصران هي قابلة لتتركها تدخل وتتكاتر وهي يعني وصوليه منفعي لحالة انتهازية من هيك نحنا شو بصير معنا على الأقل بصير في عنا نفخ البطن اللي هيك بينفخ هيك ليه لأنه المصران اللي بيلف من هون وبيطلع هيك 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 وبيروح وبينزل لهون بيقدر ينتفخ عشر أضعاف حجمه يعني المصران اللي بيكون هيك بصير هالأد ايه نعم كأنه حامل ما بيقولك يا عمي كأني حامل النفخ ايه المصران بينتفخ هالأد من جراء حبس الغازات من جراء الخمائر اللي عم تتكاتر من جراء سمعتي انت سامعش مرة شخص بدل ثلاث أسابيع المأكلية ببطنه مرة وحدة بيخش ثلاث أسابيع سامع فيها انا سامع فيها بعدانا بيروحوا مستشحة ضغرية بروحوا عملية انا حكيني بدون لا لا ما في عادة مصران ولا شيء بيحتفظ الأكل عندهم المصران قادر يحتفظ بكمية عفاكي ما بيتسمم ما بيتضيق على الأقل إذا ما تسمم ريحة فم كريهة بشعة ليه لأنه عم تتخمر المأكلات وعم تبقى والمصران عم بيحاول يسر لكن ما في شيء ما في شيء بينتقل غذاء وعناصر غذائية للدم لعنا ولكل خلايا جسمنا بدأت تمرؤ بها المصران في مكانة لازم تطحن وتوزع وتصرف وتشيل مش كل شيء مناكله بتحول إلى غذاء يا مما مناكل أشياء غذائية عالية المستوى ومناخد وبعد الأخير مناخد أدوية لكن مصران ما عم بيقدر يمرقها ما عم بيقدر يوصلها للدم وهون وهون هون عملية الإكليبر التوازن ليه وضعنا في أسباب عديدة أول كل أكلنا ما عاد الأكل الطبيعي التقليدي نحن عم نصلنا بروسس فود شو يعني بروسس فود طحين الأبيض الخبز الأبيض السكر الملح كل شيء مقشر الشيبس وكل كل شيء موجود بالسوق صنعوا هيدا بروسس فود هلأ مشكلة البروسس فود بعض الجسم بيقدر يتقبله لكن في عندك ألترا بروسس فود مع هيدروجينيا كمان هيدروجينيا هيداك أكتر وأكتر الألترا بروسس فود هني بروحه كل شيء لا يوجد كل شيء ما فيك تقريب تلاقيه كلمته صعبة هيدا ألترا بروسس فود على العلبة لأنه بروحه حتى يثبتوا الأكل أو حتى يحصنوا ويبقى وقت طويل هيدا ألترا بروسس فود هيدا هي اللي بتأزينا كتير نحن إذن عنا بروسس فود ألترا بروسس فود عنا غذائنا غير كامل عنا السكرية والحلويات بأكلنا عنا الأدوية أولها الأنتيبياتيك الأنتيبياتيك نشكر الله موجود هو نعمة لكن ما بدنا هي يصير نعمة والأدوية التانية ستيرويدز وغيرها 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 وأدوية السكر وأدوية الضغط طب هيدا لما ناخدك كله العمر هيدا كلها عم بتأثر على هالبكتيريا اللي عم بتجاهد وتناهد وتعمل جهد لتبقى بالمصر أوكي عدم وجود هالبالنس هيدا هالإكيليبر هيدا عم بيخلينا نحن نصير معرضين للمرض وخمسة وتسعين بالمية من الإنسان عم بتنتهي حياته مش من جراء الطبيعة مثل الحيوانات هني أفضل مينة شفتيلك شي حيوان بالطبيعة عنده مرض سكري عنده نفخة عنده مرض كوليستيرول شفتيلك ما شفتيلك من هالناس اللي هني عايشين ببلاد الهونزاس راحت بعفات غربية تقول يا عمي تبه هذ الناس إذا عندهم هالصحة الكاملة لعندهم أمراض منقلها الديجنراتي الديجنراتي ديجنراتي يعني سكري ضغط كنسر كلها حرقة ما بيعرفوها ما بيعرفوا الفلو ما عندهم شي حالة انفلوانزا راحت بعفات غربية تقعد معهم تدرس شافوا أنه هالناس هذي مريفقين الطبيعة مية بالمية كليا عايشين من الطبيعة وإلى الطبيعة إذن هني أعظم من هالحيوانات اللي هني بالإنستنкт عم يربو هني عم يربو بحريتهم مع الطبيعة ما بيعرفوا الأمراض ما عندهم أمراض ما عندهم الأمراض المدينة قالوا بركي يا عمي نحن منقدر ناخدنا شي مصر منه ومنعتي فاكسانة كل العالم طلعوا وليقوا أنه فقط the lifestyle اللي هني من الحين طريقة الحياة طريقة الغذاء هي اللي عم تخليهم بدون أمراض إذن الإنسان قادر يعيش بدون أمراض وين لما يرافق الطبيعة وهالطبيعة تحميله هالقط هيدا وبين هالقط بين هالمصران هالجهاز الهدمي وبين دماغ في علاقة وثيئة نحن حكينا عن الأدوي ما حكينا عن قلة النوم ما حكينا عن يسلم رتيلي أفكاري والكورتيزول يعني هلأ كتير كمان أضاجة يعني بتطلع كورتيزول بيقولوا لك مايكرو بايم دغري كورتيزول عالي بروبيوتك إذا مش بريوتك نافخة إذن وين نحنا وين فينا نهدي بهيك بهيك عالم ما نكون عم بترفقنا الأمراض أو ما يكون المرض هو مسبب لإنهاء حياتنا هالأد هالأد درس هالأد اكتشف وهالأد عطى أهمية حتى الطب لما عرف أهمية هالبكتيريا الوحدي لإسمها لاكتوباسيلوس بولجاريكوس نشكر الله حتى ولو ما رح تفتشت عليها حتى ولو ما رح تشتريتي بريوتك بلس فيك تاخديها باللبن بالحليب بالأجبان أوكي هلأ لأشخاص كمياتها بس بدأ كميات ساعد هلأ هلأ لكي أنا شو شو بنصح لكي شو رح بعمل رح بحط اليوم تشالينج على نفسي أوكي الأشخاص اللي بينصابوا بالفلو بالإنفلوينزا بالرشح أنا بدي اللي عندن بينصابوا مثلا مرتين ثلاثة أو أكتر من مرة بالشتي وبينصابوا بعض الأحيان بالصيف فيهم أربع خمس مرات شتي وأربع خمس مرات صيف وأنا بعرف قريب لألي كتير يعني كيف درت ساعده حتى تخف عنده هالحالات هايدي شخص ياخد البريراتيك بلس هيدا بده وقت هيدا بده وقت لا يكتشف بس الشخص اللي ينصاب ليحس المسا كأنه عنده فلو أو الصبح أوكي أنا بقله وعلى الهوى لأنه هاي تعليمات هيدا معلومات عم تجينا بشكل واضح ما حكيها قبل من هيك اليوم بدي أعطيونيها هالشخص اللي عم تنصاب هيدا دغري بيقفر ما بده ينتظر السنة الجاية لين كل ساعتين حبتين برياتيك بلس كل ساعتين بشوي حس على حاله كأنه بده ينصاب ما بيحس الواحد أنه عنده فلو وش دغري بيقوم حرارته أربعين اللي عم بيحس اللي عم بيحس يبلش يرش يبلش على القليلة أول ثمان ساعات أوكي ويشوف كيف نهاية النهار وإذا ما طلع يشوف تاني يوم أخف من العادات اللي كان تصيبه قبل بدون البياتيك بلس ويشوف تلك نهار إذا صح ورعى الشغل هذا بيقفر كلامي إذا حقيقة إلاي متشنيكوف معه حق وإذا البياتيك بلس ما تدروس على أصول إلاي متشنيكوف إذا حقيقة كندا هي بلد من البلاد نورث أمريكا وهي بلد قاسي مع السبليمت لأنه اليوم ما فيك تحطي سبليمت وتتحكي عن الناس بكندا وبفرنسا وبأمريكا أو ما فيك تستمر يعني ما أنا موجة بريوتك بلس وراحت مش بس بدي يكون سيف مش بس بدي يكون آمن بدي يكون يفيد وإلا كيف أنت عم تطلب من الناس يشتروه صح فكندا بالذات كندا بالذات صارمي صارمي بقوانينا راحت هي هي كمؤسسة صحية راحت ودخلت على السوق بكندا ودرست كل أنواع البكتيريا الموجودة بالسوق وصنفت بعض أنواع البكتيريا على أساس العنصر تبعولها على أساس فئتها الفئة تبعولها أي فئة تنتمي على أساس قوتها وقالت كل شخص بده يأخذ هالبكتيريا اللي أنا دراستها هي أغلى لأنه بتجي بتجي مختبرات بتستند على هالمعلومات هذه أنا بعطي الدمغة برياتيك بلس لكل أحبابي لكل الناس اللي بيعرفوني لكل الناس اللي بيوثقوا فيه حائز على هال دمغة هذه لأنه البكتيريا اللي بيستعملها هي بكتيريا من الأفضل عالميا هذا اللي جعل من هيك أنا عم بقول هلأ إذا في شخص بالبيت مراعي شغله لأنه عنده فلو يطلب يطلب هلأ البرياتيك وبكرة بعض بكرة يقلنا إذا تحسن ولا لا أنا قبلين هالتشالنج أنا قبلين هالتشالنج طبعا يشرب مي ياخد شوية سوب بدي يساعد حاله طبعا مش أنه يأكل آيس كريم وبعدين يحارب يعني يعمل شيء ونقيده يطلع لبرة لا بدي يحافظ على حاله بدي يساعد جسمه حتى هالبكتيريا تقوم وتحارب الفيروس البكتيريا ما عنده القدرة يحارب الفيروس شو رأيك من هيك الطبيب من هيك الطبيب ما بيعطي أنتيبيات لما يكون ما بيعطي شو بدي يعتني بكتيريا آه إذا عنده مشكلة بكتيريا مضرور عنده ديارية عنده شيء بيعطيك إذا عنده حريق بول بول ما بعشو يعطيها لأنه بتكون سلساتك عار بيكون عارف بيكون عامل فحوصاته وبعض الأحيان صاروا اليوم يصنفوا أي أنتيبيات بيعطو حتيجي بنتيجة طيب في شيء قلته كتير كتير حلول أنا بيك فهمنا على بعض يعني لأنه مثل ما عم نقول هل قط مرتبط بهيدا البريك حكينا شوي عن استرس وهيك هلياتورة بالبريوتك بلاس فيه يكون أنتاي استرس طبيعي يعني مضاد للتعصيب والسترس أكيد أكيد دون شك لأنه في ناس اليوم بتوصل على شفير بتقول أنا خلص يمكن صار لازم بلش رح ياخد دوه هيدول اللي وصلين أنه خلص أنا ما بقى قادر أقعد بلده وأعصى أنا بنصحهم شو بيعمل أنا بنصحهم أنا حقيقة أنا عم لكن بس شو هو سبسيفك لأي بريوتك للجنرال 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 هيدا حق للجنرال منقدر نعطيه للأطفال منقدر نعطيه للمرضى منقدر نعطيه للحوامل منقدر نعطيه لل مين ما كان الجنرال هو الأساسي هو اللي فيه 14 نوع بكتيريا هو اللي فيه 3 فئات أوكي فيه إنسان وهو اللي فيه كل حبة 25 مليار لما نحنا نطلب منهم أول أسبوعين ياخدوا 6 حبات عم نعطيههم 150 مليار بكتيريا بالنهار حتى تقدر تجي وتقل للبكتيريا الدارة أنت جيتي مستوطنة بأرض محتلة أرض مش لألك أنت ممنوعة بإيه ممنوعة تتكاتري تجي لبروبايوتك هيدا مكانة الأصلي بتعرف وين مكانة على أي خليبة تلزق تحمي المصران وتفلتر وما تخلي شي دار يدخل على الجسم ده بالسؤال هون وطا يتاخد بهالكمية لبروبايوتك بلاس فرضنا لأن النفخة هي جاي من قلة النوم أو النفخة هي جاي من الاسترس هي النفخة حتروح مهو ما هو إذا النفخة جاي من الاسترس يعني البروبايوتكس أليل يعني البكتيريا أليلي من عيدها بتبلش تحسن مش معاكة الشخص الاسترس بيصير ما عاد يجي عليه الاسترس رح يجي عليه ولكن المصران هون رح بيصنع هو أصلا بيصنع أكتر من 90 حد 95% من هرمون اسمه السيروتونين هرمون السعادة الدماغ ما بيصنع هرمون الدماغ بيروح وبيغرف وبيأخذ حاجته من هالمصران اللي عم بيصنع في أكس سنترال ما بين المصران وما بين الدماغ بيأخذ حاجته من السيروتونين بصير عنده هدوء بيصير عنده رواء بلا ما روح ياخد أدوبي فيها بتعلق سلوتونين بيخد لنشدخلك ربنا لما خلقنا ما عارف أنه ما نمره بحالات صعبة وحش بتدير جمع علينا بالبري يوم ما بعرف شو هلا الثاني فيه مسلسل ما نكمله ناكستان بس هنحكي السلسل رح نكفي هيدا المرة اللي جاية إن شاء الله بأسئلي وإن شاء الله إذا بيحبوا كمان مشاهدين مرتين جاي يدخلوا يسألوا أسئلي عن البرياتيك بلاس بالذات وعن هالموضوع ليش لأ نفتح لوني هوا لكن اللقاء الثاني مع ناتروباد دكتور ألفراد كرم لحيكون مع فتح اتصالات على الهواء وهلأ اللي كانوا يحضرونه هلأ فيهن يطلب برياتيك بلاس عبر الأرقام المرائيات ومن خلق الصيدلية إذا حدى مريض بالفلو يخبرنا بعد لت أربع تيه حلوين هولي ثلاثة تشالنجز اليوم أخدناهن منك أهلا وسهلا فيك دكتور ألفراد فاصل بسيط ومنتابع شكرا